هو السفير الروسي من حق أن يحدد من هو أقرب من هو أبعد والتوصيفات لا تعني التصنيفات بمعنى أنه عندما قال السيد عمار السيد المالكي الحاج الفياض صديقنا بنفس الوقت ما أكملنا يعني بصراحة ما سمعت الوصف الباقي ماذا قال عن سمحت سيد مثلا مقتدى الصدر لا قال قال شيئا جذابة ونحترمة في حين وصف الآخرين السادة الآخرين بأنهم أصدقاء 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 هي شخصية جذابة وفعلا مدح ومدح كبير يعني شخصية جذابة بمعنى ملفتة للنظار وضوء مسلط عليها لكن جنابك أكيد طلعت يوم أمس الأمين عام لكتائب حزب الله أصدر بيان وكان بي واضح وصريح وبالتالي موقف أغلب العقلاء الفضلاء الأخوة في المقاومة كل هؤلاء أنهم لسنا مع أي حرب والحرب فعلا هي تؤذي الإنسانية بالدرجة الأولى لكن قبل أن نتحدث عن الحروب العبثية التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية واستهلكت فيها البلاد والعباد واستنزفت فيها الموارد البشرية والطاقات المالية هذا لا أحد يتحدث عنه لأسف الشيء دكتور إحساسك الداخلي وجدانك الداخلي منه تتمنى الروس له أوكرانيين لأنني عندي بيان الآن للأمين العام لا تتمنى حرب لا تتمنى حرب بس عندي بيان لأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الرحمي داوي يعني هو يقول أحنا لا نتمنى الحرب بس بعدين يقول إنه من مصلحة الأمة ومحور المقاومة أن يخسر الغرب هذه الحرب لدفع شرورهم عن المنطقة لماذا؟ هذا انحياز أنا أقول لك ليش لا أمو انحياز اسمح لي أكو سلوكيات وأكو ممارسات اليوم الأستاذ عدنان من يمارس دور الانحياز في برنامجه مثلا أو في طرحة أنا بالتالي لا ينتظر من عندي موقف